أهلا بكم من جديد مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين بالشأن صناعة الرقائق الإلكترونية تظهر أوروبا في الصورة هي الأخرى لحماية شركات أشباه الموصلات من عمليات الاستحواذ الصينية باعتبارها مورد استراتيجي وصناعة حيوية هذا هو ما سنتحدث عنه سنتحدث عن الصناعة مع ضيفنا الدكتور عبدالوهاب هونيم رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقني تحديدا صناعة الرقائق الإلكترونية وأهميتها في هذا التوقيت أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا إنشي خلينا يا دكتور قبل ما نتطرق للصراع الصيني الأمريكي اللي دخلت على الخط فيه أوروبا حول مسألة الرقائق الإلكترونية نتحدث عن إلى أين وصلت تطورات هذه الصناعة في هذا التوقيت آخر الأنباء بتقول أنه تم التوصل لتكنولوجي اللي هي التلاتة نانو لو حضرتك تشرح لنا مزيد من التفاصيل أولا إيه هي رقائق الإلكترونية أو الشرايح الإلكترونية اللي بتعتمد على أشبايا الموصلة أنا باعتبرها هي العمود الفقري لصناعة تكنولوجيا المعلومات ولتصلت جميع الكمبيوترز والبرمجيات الخاصة بيها والموبايلات الزكية والأجهزة الطبية الزكية وحتى الأسلحة والأسلحة الجديدة الزكية والأقمار الصناعية كل دي معتمدة على الرقائق الإلكترونية القيمة السوقية للاستثمارات في الرقائق الإلكترونية تعدت 2 تريليون دولار لدرجة أن الصين لوحديها بتشتري سنويا بما يعادل 300 مليار دولار إذن هي صناعة رغم أنها حجمها صغير كقيمة شرايح لكن قيمتها السوقية ضخمة جدا أولا أشباه المواصلات أو الرقائق عموما بتقاس بوحدة اسمها النانوميتر إحنا عارفين المتر بشكل عام 100 سنتي أو 1000 ملي لكن هنا إحنا بنقول بقى الوحدة النانوميتر هي واحد من مليار من المتر معناها إيه دي بقى؟ إن شريحة زي دي شريحة موبايل فيها شريحة جوه هنا يمكن حوالي سنتي في سنتي طيب دي تخزن فيها معلومات ممكن أعمل فيها إجراء عمليات لما تستخدم في التخزين أو في العمليات في البروسيسنج بشكل عام السنتي في سنتي دي ممكن أخزن فيها قد إيه؟ إذا استعملت النانو إذا هي سنتي هخزن في السنتي مليار والسنتي الثاني مليار يعني لو ضربت مليار في مليار يعني يعني طبعا حجم كبير تطلع حجم عدة مليارات عدة مليارات من النانو طيب الحجم الضخم ده بقى أنا عايز أشكله من الداخل إلى وحدات أصغر فبيعملوا إيه؟ أشباه المواصلات اللي بتستخدم مثلا في الأجهزة الزكية الضعيفة زي مثلا التلاجات في التلاجات النهاردة وأجهزة التكييف والسيارات وغيرها بيستعملوا شريحة فيها عدد كبير من النانو مثلا 14 نانو 20 نانو 30 نانو فالشركات العالمية في منها شوية بيصنعوا هذا الكلام أما الشركات الدقيقة وعادة هي الشركات التي تستحوذ عليها الشركات الأمريكية وصلت على إن كل تنا تنانو بيستخدموا كوحدة معناها الشريحة دي ممكن يكون فيها مئات المليارات من هذه الوحدات طب مين هي الشركات اللي بتصنع بدون ذكر اسمها؟ في العالم كله يمكن حوالي 10 شركات اللي بيصنعوا هذا الكلام محصورين في شركات أقل من كفين بمعنى شركات أمريكية يليها طيوانية يابانية كوريا الجنوبية هولندية ثم الصين ولكن النصيب الأكبر من هذه الصناعة دايما بيكون في تايوان ولو هنتكلم عن المصنع المثير للجدل في هذه المرحلة طبعا تي اسم سي في الصراع بين الولايات المتحدة وبين الصين على هذا المصنع تحديدا بنتكلم يا دكتور أن الولايات المتحدة في محاولات دائما لنقل هذا المصنع من تايوان بأي شكل من الأشكال أو نقل حتى التكنولوجي من هذا المصنع إلى الولايات المتحدة مع الوضع في الاعتبار أن تايوان في هذه المرحلة بتواجه بعض المشاكل المتعلقة بتأخير دفعات أسلحة من الولايات المتحدة نتيجة لأزمة الرقائق الإلكترونية وفي نفس الوقت على الجانب الآخر بنشوف أن الصين في محاولات لجذب المهندسين اللي بيشتغلوا في تي اسم سي بأضعاف أضعاف الرواتب وفي ظل كل هذه المحاولات وضع تايوان إيه والمتوقع بالنسبة لهذا المصنع إيه خاصة مع أزمة الأسلحة المتأخرة من الولايات المتحدة بالنسبة لتايوان أولا أمريكا منذ حوالي 15 سنة غلطة غلطة عمرها أني نقلت معظم مصانع التكنولوجيا عندها في الصين وطايوان وجات الصين من عدة سنوات لما اشتد الخلاف التجاري بينها وبين أمريكا استحوزت على معظم المصانع سواء بالدمج أو بالشرح لكن التكنولوجيات الحديثة جدا مش في الصين في تايوان دي أول نقطة أمريكا النهاردة حجم التبادل التجاري بينها وبين الصين ضخمة جدا لا يمكن يوصلوا إلى مرحلة زي ما وصلت مثلا روسيا وأمريكا القطيعة لا ما يقدروش لأن مصالح الاتنين مهمة جدا دي أول نقطة أمريكا بتحاول تعمل ايه بتعمل حاجة اسمها الاحتواء التكنولوجي للصين يعني تقول ايه أنا أحتوي الصين تكنولوجيا وديها تكنولوجيات بس متأخرة عني بعشرات السنين طيب النهاردة في تطبيقات الصورة الصنعية الرابعة اللي دخلة في العالم باستخدامات النانو تكنولوجي والزكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وبناء المدن الزكية حيبقى كل العالم محتاج شرائح إلكترونية كنا زمان محتاجين شرائح إلكترونية في الكمبيوتر بس ثم دخلت فيه الموبايلات النهاردة محتاجين شرائح إلكترونية في السيارات نتيجة عجزها في إنتاج قليل السيارات محتاجين الشرائح الإلكترونية لكل الأجهزة المنزلية وكل الأجهزة اللي في المصانع طيب ليه كده لأن كل أجهاز أيا كان نوعه حيبقى فيه شريحة معناها متوصل بالإنترنت طيب واحد يقولي أنا هستفيد إيه من الكلام ده لأن المنظمة اللي مسؤولة عن شبكة الإنترنت في العالم بتدي عنوين لإنترنت اللي إيه آي بي أدرس السنة اللي فاتت بس طلعت 31 مليار عنوان للإنترنت آي بي أدرس بيستخدم منهم 5 مليار بس للبشر طيب 26 مليار من اللي بيستخدمهم أجهزة سواء أجهزة عسكرية أو أكمار صناعية أو كاميرات أو الأجهزة اللي في المدن الزكية أو في السيارات الزكية طيب متوقع خلال سنتين هيوصلوا 75 مليار طيب عشان يوصلوا 75 مليار يبقى محتاجة 75 مليار شريحة أو رقائك إلكترونية العالم في عجز كبير طيب مسألة العجز بتنقلنا للحديث عن أوروبا اللي دخلت على خط هذه الأزمة في قرار أخير بإلغاء صفقة استحواذ صينية على أكبر شركة لتصنيع الرقائق في بريطانيا كان الأسبوع الماضي حضرتك قرأت هذا القرار إزاي هو إيه اللي بيحدث النهاردة الصين الاقتصاد بتاعها هو تاني أكبر اقتصاد بعد أمريكا بيقرب من الاقتصاد الأمريكي وكان متوقع الناس عشرين تلاتين الاقتصاد الصيني هيعدي الاقتصاد الأمريكي الحقيقة الاقتصاد الصيني كسيف جدا في الانتاج لكن ما زال الاقتصاد الأمريكي أقل كسافة من الاقتصاد الصيني لكن نوعية أعلى في التكنولوجيات العالية إذن إحنا النهاردة بنستعملش كم إحنا بنتكلم على الكيف دي أول نقطة النهاردة أمريكا لما بدأت من عصر ترامب لما بدأت تحس أن الصين طلع بقوة بدأت تمنع عنها التكنولوجيات الدقيقة العالية الدقة ومنها الشرايح الإلكترونية العالية الدقة رغم أنها بتصدر لها بـ 300 مليار شرايح بس الشرايح الأقل جودة اللي هي بتستخدم فيه الأجهزة العادية لكن الشرايح اللي هي مكونة من 3 نانو 5 نانو 7 14 لأ الصين عملت يدلوقتي بدأت تحس بالخطر إن لو جيف وقت إن أمريكا منعت تصدير الشرايح أو الرقائق إلى الصين معظم المنتجات الصينية حتوقف لأن المنتج كامل ممكن يقف سيارة كاملة لأنه ما فيه الشرايح الصين بدأت تدخ حوالي 155 مليار دولار في الاستثمارات والبحث العلمي لتصنيع الرقائق الإلكترونية طب هي مش هتقدر توصل للمرحلة دي قبل 5-16 سنين فهي حاولت تستحوز على شركات عندها النهاء وعندها الطريق المعرفة سواء المعرفة من الدول الأوروبية وركزت على بريطانيا وهولندا طبعا بالنفوذ الأمريكي منعت هذه الصفقات من استحواز الصين عليها دكتور هو في نقطة برضو مهمة بما أن حضرتك تطرقت لمسألة التكلفة للصين بتوجهها لهذه التكنولوجيا هي الغازات النبيلة بنتحدث عن الزنون والنيون والكريبتون في بعض منها طبعا هذه الغازات بتدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية بنتحدث أنه النهاردة في زيادة من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية بما أنه طبعا روسيا وأوكرانيا هم المصدر الأساسي زيادة ألف في المية في التكلفة وفي أسعار هذه الغازات ده هينعكس إزاي على هذه الصناعة؟ أولا 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 ما فيش منطق في العالم شركة واحدة بتنتجه أي منطق مهما كان هو في النهاية تجميع من عدة شركات بيتكونوا في النهاية بيطلع منهم منطق حتى الرقائق الإلكترونية ما فيش شركة بتطلع كل حاجة منها دي أول نقطة النقطة الثانية إن حينعكس بارتفاع جنوني في الأسعار إحنا شفنا بس في السيارات ارتفعت قدية نتيجة قلة المعروض من السيارات نتيجة قلة المعروض من الشرايح الإلكتروني لما تكون المادة الخام نفسيها اللي جاية من بعض الدول اللي بينها حروب ارتفعت أو مش هتصدرها معناها إن حيبقى فيه قليل جدا من الإمكانية إن أصنع أشباه المواصلات هتستحوذ عليها الدول العظمى لصالحها إذن بقية الدول مش هتلاقي أولا المنتج ممكن وإذا لقيته هتلاقيه بأضعاف أضعاف الأسعار عشان كده إحنا يجب على الدول العربية إنها تنتج مثلا شركة استثمارات عربية متكاملة لصناعة أشباه المواصلات حتى ولو الحاجات البسيطة اللي تستخدم في التلاجات والتكيفات والأجهزة المنزلية يعني مش لازم أوصل إلى الدرجة العالية الدقة لأن هي دي البداية ثم تكوين فرق بحسية قادرة على الاستثمار في علوم النانو تكنولوجي عشان نوصل في النهاية إن ننطلع منتج عربي على الأقل يقلل استيرادنا من أشباه المواصلات في الأجهزة المنزلية أو الأجهزة الزكية اللي احنا بنستخدمها في الدول العربية صحيح هو بالفعل يعني أزمة الرقائق الإلكترونية زي ما حضرتك وضحت بكل وضوح هي يعني في قلب الأزمة الاقتصادية اللي بيعيشها العالم حاليا ونتمنى أنه هذه الأزمة يكون لها حلول في الوقت القريب لا هو الأزمات اللي جاية أزمات كتيرة جدا يعني من كله سواء غزاء وماء وطاقة وكل حاجة لكنه النهاردة يجب على كل تكتل اقتصادي أنه على الأقل يوفر أساسيات المعيشة له سواء المعيشة أو الاقتصاد بتاعه أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبدالوهاب هونيم رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي على وجود حضرتك معنا شكرا جزيلا ومشاهدين الكرام